المشمش المجفف نأخذ تقريبا 1-5 حبات المشمش نقطعهم ونرطبهم ليلة كاملة أو لربعة تسويع ونأخذ لوبان الذكر ونرطبه في الماء الورد ونرطبه ليلة كاملة نرطب المشمش ورطبت ماء لوبان الذكر ونرطب المشمش قطعته صغير ونشارك معكم بوتوكس ونشارك معكم وصفه رائعه للتجاعيد ونشارك معكم واحد المحلول سيروم رائع بالماء من بعد الصباح ونرطب معنا ونرطب المشمش ونرطب المشمش ونرطب المشمش ونرطب المشمش ونرطب المشمش مستخلص طبيعي للبوتوكس من أفضل و أحسن مواد طبيعية اللي تحميل البشرة من التجاعيد ومشجع حوي على إنتاج الكولاجين حارب التجاعيد والخطوط والتشاكهات وآثار الشخوخة على البشرة ونرطب مضادات الأكسادة مفيد للبشرة نظارة وتعقل صفت هذا الموضوع يبقى نظارة ونرطبها 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 ويقوم بإخش أن تغذيها ويقوم بإنتاج الإبيقات ويقوم بمضادات الوصفة نصفهم و نلجز نظاره و يشد البشر و ينمع اضل الظهور و يشد البشر المترهلة خصوصا للمنطقة رائعة حول العينين و الجبهة و الحول الفم و يشد البشر سوف نضيف المكونات الثانية سوف نضيف المكونات الثانية سوف نضيف المكونات الكوركم سوف نضيف المكونات الكوركم سوف نضيف المكونات الثانية سوف نضيف المكونات الثانية نشط دورة نشط دورة سوف نضيف المكونات الثانية سوف نضيف المكونات الثانية نضيف المكونات الثانية سوف نضيف المكونات الثانية سوف نضيف المكونات الثانية ملعقة كبيرة نضيفها للخلط ونخلطه مزيد حتى يتخلط معنا جميع المكونات وهذه المكونات كلها تشد البشرة وتفتحها وصفة ناجحة من المكونات نضيف ملعقة زيت الزيتون وختيار ممكن تضيف زيت جنين القمح أو زيت بودور العنب أو زيت لافوكا نضيف زيت الزيتون وضيف فيتامين اي يحافظ لنا على الوصفة وهو مضاد قوي للاكسادة يجدد خلال الجلد يشد البشرة ومنع ظهور على متشخوخة المبكرة سوف نخلط الوصفة معنا مزيد هادي هي الوصفة ديالتنا ديال كلوم ديال تجاعد غناخدوش قرعة ديالزاج تكون لبنات ديالزاج مديروش في قرعة ديال بلاستيك تكون نقية ديالزاج وغنضيفه لها الوصفة وغنحتافض بها في كل جل تحت لمدة اربع ايام هاد الوصفة غديرها كل نهار لمدة اربع ايام ايام هاد الوصفة وغتخليها على البشرة ديالتك تقريبا ما بين خمسة وعشرين دقائقه ثلث ثلاثين دقائقه صافي وكتغسلي البشرة ديالك كتغسليها وغتحصل على واحد البياض وغتحسي بالبشرة ديالتك تشدت من العمق وبالنسبة للسيروم الماء اللي بقى لنا ديال المشمش غنزو عليه ملعقة ديال زيت الزيتون او لزيت جنين القمح او لزيت لافوكا هادو كل هم زيوت زوينة او لبودور العنب كل مدو زيوت كي يحاربوا التجاعيد هاد الوصفة هاد من عند خبيرة جميل وهاد المكون هاد اللي احنا درنا اليوم ديالت المشمش راه عدول الشيخوخة كي يصفي البشرة كي يعطينا ضارة واشراء رائع جدا 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 كنتمنى لبنس انكم تجربوه سوف نضيفو عليها ملعقة ديالتك لوبان دكر باش نزيدو هاد 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 طونر يشد لنا في البشرة ملعقة احته هو ويعطينا المفعول دياله وغنضيفو لها ملعقة قديل جيل الصبار جيل الصبار تيرمم خلايا الجلد كي يشد البشرة كي يقضي على التجاعيد والخطوط الضائعة هاد المكونات كل هاللي احنا دفنا لف الوصفة ولف الطونر رائع بزاف للتفتيح وللتجاعيد غتفتح لك البشرة لخمس دراجات مع المدوامه غتو لبشرتك صافية وبيضة ومشدودة وخالية من العيوب لعندك اتار حب الشباب او للكلف او لالتصبغات او لالتجاعيد هاد الوصفه رائع بزاف 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 المهم غناخده اما هاكا بخاخ او لا تاخدي قرعة ديال السيروم بحل هذي اللي انا وريتك هذي ديال فيتامين او كتاخديها وتعمري بها وتبقى تديريها لوجهك او لكتاخدي بخاخ بحل اللي كان ديالتك مهم غزالات ديالي خليكم معي باش نوريكم الطريقة كيفا جدرت الماسك وكيفا جدرت لهذا البخاخ منورا الباسك وما تنسونيش البنات من الدعم للقناة باش هكا توصل العدد اكبر ان شاء الله مهم هادا هو البخاخ تحتاف تحتاف ديالتو او مدة ديالتو او اسبوع ومدة الوصفه او اربع ايام صافيها انتوما الوصفه غنحط على البشرة تكون نظيفة انا بشرتين ضيفة انتوما الى ما كانش بشرتكم نظيفة ديروا التقشير ديروا اي مؤشر ديروا غير زيت الزيتون والسكر الاصمر واسميتو والقهوة او مؤشر رائع ديروا غير اي مؤشر ديال السفاح حتى هو زوين عجب البنات بزاف ديال الاروز المهم اي مؤشر غتحطوا هاد الوصفه على البشرة نظيفة وغتخليوها ما بين 25 حتى 30 دقيقة باش هكا كتستافدوا من المكونات اللي كنين في الوصفه ومالي تبغو تحطوه الوصفه بحركة دائرية بشرتك بحل يكي ندير انا باش كتدخلها هكا في الماسام وكتستافد منها البشرة كتار وكتار الممارغزلات ديالي هاد المكونات لكم عدو في الشيخوخة كي يصفي البشرة وكيعطيها نظارة واشرع حطوها تحت العينين فوق العينيكم اي جناب دين الفم دياللي لاجبها بوتوكس طبيعي للبشرة الممارغزلات ديالي من بعد ما كتغسلوه جههكم بالما يكون دافي في الاول ومالي كتبغيو تساليونا في كتغسلوه بمبارد مزيان سوف تشد البشرة من العمق سوف نقوم بارد في الثلاجة سوف تشرب البشرة سوف تشرب من فوائد تشربين ولا تشربين لا تشربين سوف تغسل المرطب والشمس سوف تكون نهاية الفيديو اذا اعجبك طبعا الفيديو لا تنسى اشتركوا في الفيديو جديد وفي وصفة جديدة اشتركوا في القناة